لا يمكن إصلاح الجزائر والمافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية التي تحكمها لا يمكن والله ونجيب أعظم عقول في هذا العالم أعظم عقول أثبتت من أنها في كل مجالاتها من أنها تستطيع أن تذهب بدول إلى أقصى حدوث التطور لن يستطيع أن يفعلوا شيء في إطار هذا النظام السيستاني لا يمكن تبدأ من النقطة وتروح للنقطة السيستان مخدوم بطريقة ملوث جدا بحيث أنك لا يمكن تغييره إلا بيتنحى وقع كبار المسؤولين كبار المسعورين كبار المجرمين اللي يتنحى وقع باش نتكلموا البسطة وأنا هذا مرة لما كانوا يبالغوا ذباب على الإصابة أو حتى بعض المرتزقة يقولوا يتنحى وقع حابين يحلوا الموظفين بالملايين يتنحى وقعه يتعلق بي خمس آلاف موظف ليس أكثر خمس آلاف مسؤول ليس أكثر في أسوأ الحالات في أبشع الحالات في التوسع الكبير في تنحى وقعه يوصلوا خمس آلاف ماذا يعني خمسين آلاف من سبعة وربعين مليون جزائر أحسبوا النسبة بينما هناك طاقات جزائرية في الداخل وفي الخارج قادرة تسير مش الجزائر فقط قادرة تسير عدة دول قضية خاصة مع زمن نحن فيه تكنولوجيا ونحن فيه في عالم آخر يعني ترجمة نانسي قنقر